سيدة الرئيس المحترم سيدات أستاذ المستشار المحترمون شكروا سيدة الرئيس المستشار المحترم وفريقها على السؤال وعلى اهتمام بموضوع جالياتنا المقيمة بالخارج هذه المسألة دائماً كنقول بأن هذا السؤال سيسمعوه أخوتنا في الخارج قل لهم بأن المعتمد عليهم وعلى إيمانهم وعلى قوت تشبتهم بلادهم قبل كل شيء إن إمكانياتنا محدودة ولكن ليس هذا المشكل المشكل هو أن السياق الذي صار هناك في بلدان أخرى يجعل تدخلنا تدخل محدوداً ليس شيء غير الحقيقة مسألة التي ستبقى أكثر هي الرقمنا الرقبي هو التواصل الرقمي شيء الأخر يكون محدود جداً حسب ما يتبادر من سياسات مختلفة في بلدان مختلفة ولكن هذا لا يوع فينا إنما المعوال على ما برهن عليه المغاربة دائماً وخصوصاً أنه المغاربة في الخارج في هذه الثلاثين عامل ماضية يعني تحصنوا إلى حد كبير من تيارات التي تأتيهم من جهات أخرى تحصنوا بحصنتهم الذاتية فيما يتعلق بالتوابط بتوابطهم ديال بلدهم أما ما عاد ذلك يعني المسائل العادية إحداث المجلس العلمي المغربي لأوروبا في تحق نوات التواصل والتعاون دعوات ممتلين عن الجالية المغربية تخصيص اعتمادات مالية سنوية حدودة جداً إفاد بإعتادة علمية من القرى والععاد والواعدة تزويد المساجد المركز الإسلامية تكتف الزيارة الميدانية وتميز هذه السنة بمشتركة الوزارة في عملية مرحبان تم خلالها توزيع حوالي 30.000 مصحاب هذه كلها بالنسبة للمتطلبات وبالنسبة للتشبت هؤلاء الإخوة والأخوات في الخارج هو شيء ضائل ولذلك مع ذلك سنستمر ونجتهد للتكييف مع المستجدات في هذا الميدان شكراً كلمة لكم سيد رئيس شكراً يا سيد الوزير لهذا الجواب هي مجهودات سيد الوزير رغم أنها محدودة لكن لابد أن نتفق سميعاً بأن هذه المجهودات بأبعادها الدينية والهوياتية والأمنية ساهمت في تحصين في تحصين الخصوصية الروحية لأبنائنا بالمعزر من قسامات العقائدية والخلافات المذهبية طبيعة حل في خدم تحولات كي قلت السيد الوزير التي يشهدها العالم عبر الانتشار السريع لمختلف يعني آلية التواصل الاجتماعي من فضائية الدينية وموقع الإلكترونية وهو ما استطعنا أن نواكبه من خلال عدد من الإزراءات التي قامت بها الوزراء ديالكوم اعتداء بالتوجيهات الملكية السامية من أجل الحفاظ على الهوية الدينية الإسلامية المغربية في الصفوف المغاربة القطينة بالخارج والمعروفة بالوسطية والاعتداء وما تحمله من قيم التسامح الديني والعقائدي تماشيا والمذهب المالكي والعقيدة الأشعارية التي اليوم تشبعين بها جميع أبناء هذا الوطن وجلالة المالك في الخطاب ديالو الأخير عند فتاح البرلمان أشار إلى هذه القيم في خطابه الموجه للمستشارين والبرلمانيين سيد الوزير هناك جانب آخر أساسي يمرتبط بجاليتنا في المهزر ويتعلقا بالجانب الهوية والثقافية الذي يعزز ارتباطها بالوطن ولا شك أن الجهود التي تبدلونها في المجال الديني في ظل توجهة أمير المؤمنين حفظه الله قد ساهمت في تغذية هذا الترابط حيث نفتخر بمساهمتها في جميع الجوانب التنموية للمملكة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية ولا أدل على ذلك انخرطها الدائم في الحمل التضامني على غير ما عيناه خلال أزمة كوفيد-19 أو مؤخرا عبر تجندها لمساعد ضحايا الزلزال الحوز ومساهمتها السخية في الهيبة الوطنية المخصى لذلك إضافة إلى تحولتها المهمة من العملة الصعبة التي تساهم في دعم الاقتصاد سيد الوزير نشد كذلك على إيديكم فيما يتعلق بحرسكم على ضمان أمن مغاربة العالم في دليل الحرفات ونزلاقات المتطرفة التي تتخطي طائعا دينيا للترويج لها وهي حاضرة بقوة داخل مجتمع الدول المهجر التي تشكل بيئة خصبة لتغذية الإرهاب العالمي غير أن الحضور الديني المغربي قد استطاعوا إلى الحمد أن يحدى من استدراج شباب المغاربة ونجحتهم بفعل تواجد هذه الإرادة في تحصين مجموعة من العائلات المغربية من هذه الزلاقات المخطيرة وشكرا سيد رئيس شكرا